التقى رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن داغر في العاصمة المصرية القاهرة مع السفير الامريكي لدى اليمن استيفان فاقين واجرى خلال اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع وجعفر سعيد باصالح ومحمد محمد دالجمال جرى مناقشة مجمل الأوضاع على الساحة اليمنية وخلال اللقاء اشار الدكتور بن داغر إلى الخروقات المستمرة للهدنة الإنسانية من قبل ميليشيات الحسن الإنقلابية مطالبا المجتمع الدولي والولايات المتحدة بتدخل وقف نزيف الدم ومنع الميليشيات الحسنية من القيام بمزيد من الأعمال والممارسات التي من شأنها تقويض الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الاجتماعي والعمل على تمهيد الطريق لحلول سلمية في إطار المرجعيات الأساسية المتفق عليها ونوها إلى مخاطر استمرار إيران في دعم الأعمال العدوانية للحسيين ووكلائهم في المنطقة وما يشكله ذلك من مخاطر على الأمنين الإقليمي والدولي مؤكدا أن التصدي لسياسات إيران التوسعية في المنطقة لا يمكن تحقيقه إلى بمزيد من التعاون بين التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمجتمع الدولي من جانبه أكد السفير الأمريكي تمسك الولايات المتحدة بوحدة وأمن واستقرار وسيادة اليمن ودعم بلاده لمفاوضات مباشرة بين الشرعية ممثلة في مجلس القيادة الرئاسي وميليشيات الحوثي معبرا عن اهتمام الرئاسة أو الرئيس بايدن بمسار السلام ودعم اليمن اقتصاديا للتخفيف من معاناة اليمنيين ترجمة نانسي قنقر